كثفت طائرات التحالف العربي ضربات على مواقع الميليشيات في منطقة الضباب غرب مدينة تعز بعد استعادة الأخيرة السيطرة عليها وعودة الحصار على المدينة عودة الميليشيات إلى منطقة الضباب ومحاصرتهم لتعز بعد قطع طريق الإمداد بينها وبين عدن جاء بسبب قلة الدعم للمقاومة الشعبية في المنطقة المكتب الإعلامي لقائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز الشيخ حمود المخلافي وجه رسالة طالب فيها بمزيد من التعزيزات العسكرية لهم وكانت قيادات المقاومة الشعبية في تعز وجهت عدة مطالبات لدعم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالسلاح اللازم لصد الميليشيات ومنعها من السيطرة مجددا على المنطقة من جهة أخرى أفادت مصادر ميدانية بشن طائرات التحالف العربي في ساعات الصباح الأولى غارات استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها إلى مديرية حريب القراميش غرب محافظة مأرب وتحديدا في نقيل شجاع على الطريق بين مديرية بني حشيش في صنعاء ومديرية حريب القراميش جمعنا خوجة العربية